احد اياد الحوثي سلمت قائمة بثلاثة اسماء لتطبيق ما اسمها الية الانتشار والانسحاب من الحديدة ومينائها اثبتوا من خلالها حسن نيتهم لكن اليد الاخرى عملت على خلق جملة خروقات للهدنة المفروضة من الامم المتحدة في الحديدة الثانية عشر من يوم الثلاثة كانت اول ساعات لدخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ شهدت الساعات الاولى قصفا مكثفا من ميليشيات الحوثي التي يلتزم قادتها سوريا بتوجيهات المجتمع الدولي والواقع كان قصفا مدفعيا بالهوزر والهاوى بشكل مكثف على احياء الحديدة الشرقية من المناطق التي ما يزال الحوثي مسيطرا عليها وسط المدينة مصدر عسكري رصد خروقات للهده من قبل الحوثي فقد استهدفت الميليشيات شرقا باطلاق اعيرة نارية من جولة يمن موبايل باتجاه القوات المشتركة في شارع صنعاء عبر رشاشات متوسطة شرقا كثفت ميليشيات الحوثي من اطلاق النار من اسلحة متوسطة كانت قد نصبتها على اسطح احد المباني غرب سيتي ماكس باتجاه مواقع القوات المشتركة وشمال مدينة الحديدة هو الاخر كان على موعد مع خروقات ميليشيات الحوثي للهدنة المعلنة امميا فقد قامت ميليشيات الحوثي باطلاق اعيرة نارية من رشاشات نصبتها فوق فندق الاتحاد باتجاه شارع الخمسين وكلية الهندسة ومدينة الصالح واملا من الحوثي في السيطرة على اماكن جديدة داخل مدينة الحديدة وفي محيطها كثفت ميليشيات الحوثي من انتشار مجامعها في جولة السمكة وامام جامعة العلوم والتكنولوجيا وامام المصلة بعد دخول يقف اطلاق النار حيز التنفيذ كما تحركت مجامع من ميليشيات الحوثي من خط الكثيب وبوابة الميناء الشرقية باتجاه حي سبع يوليو السكني الشمال شرق مدينة الحديدة الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري موعد لانسحاب الحوثي نهائيا من موانئ الحديدة والصريف ورأس عيسى كما ان السابع من يناير المقبل موعد نهائي ايضا لانسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة وهذا هو الثابت ضمن شروط وبنود اتفاق السويد وما دون ذلك سيبدل كافة الحلول السياسية ببديل حقيقي هو الاشتثاث لهذه الميليشيات التي لا تتعامل الا بلغة العنف ونكث العهود